السلام عليكم يكتب جملة تحتوي على هذه الصفات في دفترك مثال كلمة بوريغ هو يقضي معظم وقته على الإنترنت سأذكرك بضمائر الفاعل ضمير الفاعل هي الصفة مالتها اي الصفة مالتها يو الصفة مالتها يور ذي ذي صفة مالتها يتعلم جميع الأمام بدأ تنسى أيضا انه هناك شرطة زمن مضارع بسيط ضفنا لأس صفة مالتها صفة مالتها صفة مالتها كلمة بوريغ كلمة بوريغ كلمة بوريغ صفة مالتها صفة مالتها صفة مالتها صفة مالتها صفة مالتها تتذكر العام الماضي العلاقة هنا صفة مالتها 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 كيف يشعر نتجها. هذا شيء آخر. ما مرتبط بالموضوع. الآن نأتي إلى كلمة فني مصدري. مضحك. يقول يا أخي هشام هو مصدري. يقول جوك. يقول جوك. يقول جوك بكل يأتي. جوك أنه مد request جوك. نوزي يعني فضولي أنا لا أحب هذا الشخص متطفل نأتي إلى الكلمة الأخرى كبير 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 وأصدقائي يغارون من حصولي على هذه الدرجات الآن نأتي إلى كلمة quiet أو أحنا أريد صفة إلى شخص صديقي هشام صديقي هشام صديقي هشام صديقي محمد صديقي خالد صديقي هشام صديقي هشام أحب أن أجلس معه في الصف لأنه هادئ فما يرهيني عن الاستماع إلى المدرس حسنا ثم صديقي 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 أحد أصدقائي أناني فهو لا يساعدني فيه الواجب المدرسي هذه الأهم شيء تعرف لي الصفات هذه تنقلها بالدفتر write a paragraph describing a friend أكتب فقرة لوصف صديق إنشاء الوصف صديق الآن أريد أن نطور الإنشاء التي تعلمتها سابقا باستخدام خمسة صفات من هذا القرآن مثلا هدا أحد أفضل صديقائي أو صديقاتي she is very funny مستخدم كلمة funny she always makes me laugh دائما تضحكني استخدم بعض من هذه الصفات مثلا she is she sometimes very serious هي أحيانا تكون جادة هي أحيانا تكون جادة الوصف هذا واجب يعتبر عندكم كتابة الصفات استخدم هاي الطريقة خلأ أساعدك استفاد من الدرس اللي أخذنا دائما نستخدم verb to be am أو is أو are تستخدم فاعل وأصفة خلنا نبدأ هاي البداية البسيطة فاعل فاعل مساعد وأصفة مثل she is serious she is helpful she is kind she is patient ماكو داعي إلى جمل كثيرة أيضا ينقل في الدفتر تكتب هذه الكلمات الجمل في الدفتر lesson 3 هذه عن قطعة هادي والمضارع التام true or false read the conversation on students book page 8 and mock the sentences true or false ضع لام الصحة وخطأ أمام العبادة التالية number one هادي has just had an accident true he often has accidents false يعني أود أولى هادي has just had an accident هادي كان للتوقع التعرض إلى حادث صحيح he often has accidents خطأ الجملة هو دائما يتعرض إلى حواجت he has fallen off his bicycle هو fallen off صحيح سقط ولكن منين مو من البايسيكل من دراجته from the scooter s-c-o-o-t-e-r from the scooter sorry double o-t-e-r okay three he has fallen off his bicycle false هادي's mother is very angry with him true كانت غاضبة جدا عني هادي has cut his leg هادي لم يجرح ساقه وإنما كان قد جرح his hand إذن خطأ هادي has broken his glasses true إذن هادي has broken his glasses true هادي is going to sell his scooter خطأ هادي سوف يبيع دراجته خطأ unit 1 lesson 3 complete exercise c complete the conversation with the correct forms of the present perfect simple أكمل الجملة آتية بشكل صحيح من زمن المضارع التام I can't see the board have you lost شنو منطيننا منطيننا كلمة you prompt وكلمة lose lose فعل غير قياسي لازم تحفظ الفعال غير قياسية قلت لك تنقلها بالدبتر إن شاء الله وديتكم ملف عن يحتوي عددك الأفعال الغير قياسية lose l-o-s-e الماضي والتصريف الثالث هو lost lost l-o-s-t عددك يو إذن يو تستخدم لها have وهذا سؤال نقدم بالفعل المساعد على الفاعل إذن نصير have you lost your glasses yes I have yes I have عددك مطيك you see them anywhere شنصير عددك وأيضا سؤال have you seen them have h-a-v-e you الفعل التصريف الثالث إلى seen التصريف الثالث seen الماضي saw الماضي saw والتصريف الثالث seen B no yes no question بش سأنا بهاب إذن no I haven't no I haven't no I haven't سؤال you tell the teacher الفعل tell أيضا فعل غير قياسي الماضي told t-o-l-d والتصريف الثالث أيضا told إذن يصير have you told have you told the teacher هل سألت المدرس عن النظارات yes I have yes I have كما خبرتكم نبدأ بهاب جاب بهاب تبدأ is جاب is تبدأ are جاب are بالنسبة للأسئلة الغي yes no question and I have written a notice الفعل right الماضي مال wrote w or o t e التصريف الثالث written w r i w t e n إذن i have i have written i notice فقد كتبت اعلان really i haven't seen it i haven't seen your notice but but seven the secretary put it on the school notice board yet so has 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 the secretary put it on the school what have has the secretary and put it on the school and why we have ask the secretary P-U-T والتصريف الثالث I haven't put P-U-T Has the security put it on the school schedule yet? Yes, she has. Yes, she has H-A. Yes, she has H-A-S. أعزاء الطلبة شكراً لمتابعتنا في هذا الدرس لا تنسوا مشاركة هذه الفيديوهات والاشتراك في القناة نلتقيكم بجلس آخر إن شاء الله تحياتي لكم